الأخبار وآخر مستجدات النادي الأهلي وفرقه المختلفة وفروعه المختلفة مع الزميرة سالة حامد سالة موجودة حاليا في فرع النادي الأهلي بالجزيرة صباح الفل عليك يا سارة تفضل صباح الخير طبعا في بداية برحب بك يا كريم وأكيد برحب بك أنا هوندو بكل مشاهدي يوم تابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان ومن هنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة زي ما انت قلت يا كريم حاليا أنا هكون متواجدة معاكم عشان لكم كل أخبار جميع الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي وخليني أتبدي معاكم بأخبار الفريق الأول لقرة القدم اللي أخيرا يعني هيرجعوا يستقنبوا تدريباتهم مرة أخرى على ملعب مختار التيتش النهاردة إن شاء الله التدريبات الجامعية هتبدي يا كريم الساعة 4 والتجمع هيكون الساعة 3 وده هيكون من ضمن استعدادات الفريق للمباراة القادمة يمكن زي ما احنا عارفين يعني نادي الأهلي من بطولة لبطولة من بطولة كأس العالم الأندية لبطولة دوري أبطال أفريقيا نادي الأهلي بدون راحة يعني هيبتدوا مشوارهم إن شاء الله في بطولة أفريقيا يوم الجمعة القادمة ويتكون يعني مباراة الذهاب أمام نادي الهلال السعودي والمباراة تقام إن شاء الله يوم الجمعة القادمة في دولة السودان ده بالنسبة ليه فريق الأول لقرة القدم يمكن نهاردة إن شاء الله تدريبات يعني هتفضل مستمرة لحد يوم الأربع وبعد كده الفريق هيسافر لدولة السودان عشان يعني يدخل في أجواء المباراة ويدخل في معسكر مغلق قبل المباراة ودين شاء الله المباراة هتكون في الجولة التانية لدور المجموعات والدور الدوري أبطال أفريقيا ده بنسبة ليه فريق الأول لكرة القدم خليني بقى أنتقل وروح لجميع الألعاب الأخرى وهي الفريق الأول لكرة السلة رجال تحت قيادة مستر إجاستي بوش المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي اللي بدأ بالفعل يعني المدير الفني والجهاز الفني واللاعبين يبدأوا يرجعوا بشكل تدريجي للتدريبات الجامعية ولكن اللي بيشارك في التدريبات الجامعية عدد بسيط وجزء بسيط من لعبين نادي الأهلي لأن فيه جزء كبير جدا متواجد حاليا يا كريم من هاوند في منتخب مصر عشان تصفيات كأس العالم الأندير مشاركة في تصفيات كأس العالم لمنتخبات عفوا لكرة السلة فده بالنسبة ليه يعني فريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي يمكن فيه 8 لعيبة موجودين حاليا مع منتخب مصر وهم إيهاب أمين عمر الجندي عمر طارق وسيف سمير عبدالله ناصر عمر زهران وأحمد اسماعيل وعمر عزب ولكن عمر عزب يعني بعدما أصيب بكسر في الكاحل في تدريبات الجامعية الأيام الماضية بيغيب عن التدريبات في منتخب مصر وكمان هيغيب بالفترة القادمة عن فريق النادي الأهلي بسبب الإصابة دي الإصابة دي يعني احتمال كبير إن مدتها تطول فهيغيب عن كمان يعني البطولات القادمة والمتشاط في بطولة الدوري ده بالنسبة لفريق النادي الأهلي استكمال لجميع أخبار الفرق الرياضية كمان يعني الفتيات الذهب أو سيدات الطيرة إن بارح قدروا نمح أو فوز مهم على نادي الطيران ب3 شواط مقابل لاشيء في بطولة الدوري والنهاردة إن شاء الله هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات ويعودوا بكرة للتدريبات الجماعية عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة واللي هتكون أمام نادي الجزيرة يوم الجمعة في المباراة اللي هتقام يعني على صالة الشهداء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة والمباراة هتكون في تمام الساعة 8 مساء كمان رجال الطيرة أو الماسترز النهاردة تحت قيادة الكابتن ميدو مسلحي عندهم مباراة مهمة مع نادي مصر للبيترول الساعة 2 على صالة المركز الأولمبي بيء المعادي ودي هتكون ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة الطيرة ورجال اليد النهاردة هيستنفوا تدريباتهم بشكل طبيعي أو هيوصلوا التدريبات بشكل طبيعي الساعة 4 على صالة أمير عبدالله الفيصل عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة واللي هتكون أمام نادي سبورتينج والمباراة دي هتقام برضو على نفس الصالة بيتمران عليها لعبي نادي الأهلي وهي صالة أمير عبدالله الفيصل داخل المقر النادي والمباراة دي هتكون ضمن منافسات بطولة الدوري المحترفين لكرة اليد من كده أنا هوندو يا كريم كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بجميع الفرق الرياضية وكمان أحوال الفريق الأول لكرة القدم واللسعدادات لمباراة الهلال السوداني أكيد أنا معاكم لو في أي سؤال والآن لعودة مرة أخرى للستوديو اشتركوا في القناة